موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام أوقفت بعض المنظمات الدعمة للقطاع الطبي الدعم عن عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الأمر الذي يهدد بإغلاق هذه المشافي وتضرر آلاف السوريين الذين كانوا يستفيدون من الخدمات المقدمة لهم لا تقتصر معاناة القطاع الطبي من الضغوط المادية لكن أيضا هناك نقص في الكوادر الطبية والكثافة السكانية المتصاعدة في المناطق وأيضا كان هناك استهداف للنقاط الطبية الأمر الذي يزيد من معاناة القطاع الطبي لكن يبقى الدعم المادي هو أكبر تحدي من الممكن أن يؤدي إلى انهيار كامل القطاع الطبي في حال عدم تدارك هذه المشكلة وحول أسباب وانعكاسات التراجع الدعم المادي وما هي الحلول المقترحة لسد العجز سيكون هذا محور حديثنا من هذه الحلقة من برنامجكم قضايا ويسعدني أن أصدف في هذه الحلقة الدكتور أحمد عجاج نائب رئيس مجلس إدارة منظمة سيمة العالمية حياك الله دكتور أحمد حياك الله مرحبا بك وأيضا أرحب بالدكتور عبدالقادر الصباغ عضو مجلس إدارة منظمة سيمة العالمية حياك الله دكتور أحمد أبدأ معك دكتور أحمد في البداية الحمد لله على السلامة كنتم في جولة ميدانية للقطاع الطبي في الداخل السوري لو تحدثنا عن هذه الجولة سلامك الله الجولة كانت حقيقة جيدة لإطلاعنا على حاجة المراكز الطبية والكادر الطبي للدعم والموارد الأساسية وكانت حقيقة هذه زيارة جيدة تعلمت منها الكثير فيها الجيد أن من يقوم بهذه الخدمة يشتهد بكل طاقته وبكل نشاطه إلى أن الوجه السلبي والملح نقص الموارد ونقص الأدوية ونقص الأجهزة ونقص الدعم وهذا ما يهدد حياة المستفيد من هذا الدعم نعم ما هي أسباب نقص الدعم وتراجع الدعم المالي؟ الحقيقة نقص هذا الدعم له عدة أوجه وهذا سؤال مهم جدا ما يمر به العالم اليوم من أزمة كورونا جعلت الدخل محدود وجعل الداعمين الدوليين والدول تلتم إلى جراحها وللأسف تنسى جراح الآخرين التي هي أشد أهمية من جراحها الأصدية وهذا ما شكل إنعكاسا سيئا على الدعم لهذه المشافي إضافة إلى ذلك طول الأزمة السورية هذه المدة الطويلة مدة أكثر من عشر سنوات أرهقت ونزفت جيوب السوريين سواء في الداخل السوري أو في السوريين عبر العالم في المهجر نعم وكسرة الجراح السوريين جعلت هذا الجيب ينفذ نعم إذن موضوع كورونا أيضا كما قلت بأنه قلل الدعم وجعل الدول يعني لا تقوم بتوسيع الدعم للداخل السوري وهنا السؤال دكتور عبدالقادر أزمة كورونا الصحية ألا يجب أن تزيد الدعم للداخل السوري من أجل مواجهة هذه المشكلة حقيقة أزمة كورونا تفاقمت في الداخل السوري بشكل دراماتيكي والسبب الرئيسي هو نقص الدعم أيضا أجابة للسؤال الذي تفضلت به نرى أن كل الداعمين يعني أصبحوا مشتتين في الدعم وأصبح هناك حاجة عالمية في مناطق متعددة وفي أماكن الكوارث وزاد في معاناة الناس في كل هذه المناطق يعني بسبب تفشي وباء كورونا أو كوفيد 19 وكما ذكر دكتور أحمد أن هذا أرهق الناس وجعلهم يهتمون بأنفسهم أكثر مما يهتمون بالآخرين لكن والحمد لله هناك من الأياد البيضاء التي لا زالت تقطع عن أفواهها وأفواه أولادها لترسل إلى أهلنا في داخل سوريا لإنقاذهم من هذه المحنة الكبيرة نعم أنتم عندما ذهبتم إلى الداخل السوري هل كان هناك نقص في الكوادر كيف كان الواقع الطبي بعيدا قليلا عن موضوع الحاجة المادية حقيقة هناك نقص ولله الحمد هناك جهود كبيرة جدا لدعم تخريج دفعات جديدة في المناطق المحتاجة من العاملين في النطاق الصحي وهذا يعني يخفف المعاناة في هذا المجال لكن حقيقة نحن نحتاج أيضا إلى كوادر طبية متخصصة وهناك حاجة حاجة ماسة للاختصاصات الدقيقة لأن الناس يعني يعانون بسبب هذه الاختصاصات المفقودة في هذه المناطق من معاناة شديدة ويحتاجون إلى الكثير 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 من الأموال لكي يعني تقدم لهم العلاجات المناسبة نعم دكتور أحمد أنتم في منظمة سيما تقومون أيضا بالتدريب لو تحدثنا عن هذه التجربة الكوادر الطبية الحقيقة سيما من يوم نشأتها 2011 مع انطلاق الأزمة السورية كان أولى اهتمامها إضافة إلى الدعم اللوجستي والدعم المادي وتأمين المستلزمات الطبية كان همها تأمين الكوادر الطبية التي وتأهيل الكوادر الطبية ليتقوم بهذا العمل لأن هذا عنصر أساسي في استمرار الدعم واستمرار الحياة فسيما من أول يوم أنشأت أكاديمية الطوارئ لتخريج مسعفين ومقدمين خدمة الطبية قبل المستشفيات خدمة الطوارئ وكانت رائدة في هذا المجال واستمرت هذه الخدمة إلى اليوم سيما إلى الآن عندها سلاس أو أربع مراكز تعليمية أكاديمية الطوارئ في سلاس مناطق تخرج مسعفين وتخرج ممرضين وتخرج إضافة إلى أن سيما عملت مع المانحين الدوليين والأخوة الخليجيين في دعم منشآت طبي تعليمية في هذا الشأن وتأمين تدريب طبي متقدم للأطباء نعم دكتور عبد القادر هناك أيضا كلية للطب في جامعة حلب هل تواصلتم هل تقدمون الدعم لطلاب الطب في جامعة حلب نعم والحمد لله هناك شراكات متعددة لمنظمة سيما في المناطق المحتاجة لتدريب الأطباء هناك شراكات مع جامعة حلب لتدريب الأطباء في المشافئة التي تشرف على إدارتها منظمة سيما كما أن هناك شراكات أخرى مع جامعات تركية وجامعات أوروبية وتحصل أكاديمية التعليم الطبي في شمال السوري على بعض التراخيص الأجنبية وبعض الشهادات الجودة العالمية لأنها تقدم يعني خدمة تعليمية راقية جدا ومنافسة لكثير من المراكز الطبية التعليمية في العالم نعم ماذا عن مهارة الممرضين والمسعفين الذين تقومون بتدريبهم هل ترى بأن ينقصهم الخبرة أم أنهم بالفعل يتلقون على معايير التدريب نحن في الحقيقة يعني نتفاجأ أحيانا من المهارات التي يتمتع بها طلابنا السوريون هناك فعلا طاقات كامنة مزروعة في هذا الشعب ونحن متفائنون في مستقبل هذا الشعب بأن يتحول بعد إن شاء الله تعالى زوال المحنة إلى أعلى مستويات المهنية وأعلى مستويات العمل الطبي التقني يعني بكل وعلى النورمات العالمية وهذا هذا يدعونا دائما لزيادة يدعونا دائما لزيادة الدعم المالي والبحث عن مصادر جديدة لدعم هؤلاء الطلاب المجتهدون الذين يبدو يعني كما قلت بأن هناك طاقات كبيرة موجودة لدى السوريين خاصة الآن يعني السوريون الموجودون أيضا في المخيمات يعني ذكر الدكتور أحمد بأن السبب تراجع الدعم الطبي هو طول الأزمة السورية وطول الحرب التي تخوضها سوريا هذا يعني ربما يجب أن يحفز المنظمات الدولية وأيضا السوريين في المهجر من أجل الدفع يعني والوقوف إلى جانب السوريين في هذه المناطق يعني هناك جيل كامل نشأ في المخيمات يجب بالفعل تقديم العون لهم بشكل أكبر وليس تراجع هذا الدعم حول موضوع الدعم أيضا سيكون محور حديثنا الثاني لهذه الحلقة مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود أرجو أن تبقى أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم لأنها نبض المجتمع السوري ترصد حلب اليوم الخبر أينما كان وتنقل الوقائع الإنسانية والسياسية والعسكرية وغيرها بالصوت والصور نواكب الحدث في لحظته ونقدمه موجزاً على رأس الساعة ومفصلاً بالنشرات نناقش أبرز الملفات الساخنة مع المسؤولين والباحثين كل ذلك وأكثر نضعه بين أيديكم ملتزمين بالدقة والتوازن والموضوعية تكون حلب اليوم أصيلة الخبر والصورة خبرى يا بلادي خبرى وزق الخور يا محلالكوس حيعيني يا والي فزين يا سمراني مرضى اللي بريق مسمع تانيني الله أكبر سيئر والمرج والمرج ليني أهلا بكم من تديد مشاهدينا الكرامة وجدد أدامي أهلا بكم من تديد مشاهدينا الكرامة وجدد أدامي ترقيب ضيوفي الدكتور أحمد عجاج نائب رئيس مجلس إدارة منظمة سيمة العالمية كما أرحب بضيفي الدكتور عبدالقادر الصباق عضو مجلس إدارة منظمة سيمة العالمية دكتور أحمد كنت قبل الفاصل تحدثت بأن طول الأزمة السورية أو طول أمد الثورة السورية أدى ذلك إلى تراجع الدعم من قبل المنظمات العالمية الداعمة للقطاع الصحي هل تواصلتم مع هذه المنظمات؟ طرحتم وجهة النظر بأن هناك الكثير من المحتاجين في المخيمات؟ بالتأكيد تم التواصل مع جميع المنظمات التي تقدم الدعم وشرح هذا الموقف وحاجة هؤلاء إلى هذا الدعم لمحدودية دخلهم ونفوذ الموارد ونحن نرى أن هذا الأمر واجب إخلاقي وواجب إنساني وواجب ديني بدرجة أولى حقيقة على كل سوري وبالدرجة الثانية على كل إنسان في هذا العالم لتأمين هذا العون وهذا الدعم الذي هو مداد الحياة لهؤلاء نعم ماذا عن المنظمات الدولية؟ كيف كان هو ردها على حاجة السوريين للدعم القطاع الطبي؟ الحقيقة الجميع متفهم لهذا الواقع إلا أنه هناك حجج وقد تكون واقعية بالأزمة التي يمر بها هذا العالم من أزمة كورونا وكساد الاقتصاد العالمي ونقص الدعم من الدول لهذا المجال نعم دكتور عبدالقادر يعني الآن في ظل هذا التراجع ما هي التراجع الدعم؟ ما هي الحلول المطروحة؟ نحن في منظمة سيما الحمد لله أنه أنشأنا شبكة كبيرة جدا من التواصلات مع جميع المنظمات العالمية التي تقدم الدعم لكل المحتاجين في العالم وبشكل خاص للشعب السوري كما أنه هناك شبكة واسعة بسبب انتشار منظمات سيما حول العالم مع الداعمين الخاصين الشعوب التي تحب الخير للناس وكما أن سيما تنشر الخير وتحمل الخير للجميع فهم دائما يتفهمون ويساعدون ويبذلون الجهد في تأمين أي شيء يرفع المعاناة عن الشعب السوري ويحسن أداء الخدمة الطبية في المراكز الصحية التي تشرف عليها سيما وكذلك المنظمات السورية الأخرى التي تسعى جميعا لهذا الهدف بشكل متوافق ومتعاون والحمد لله نعم الكثير من السوريين الذين هم في المهجر كانوا دائما ما يسارعون لتقديم العون وخاصة العون الطبي لأهلهم في سوريا هذا الدعم من قبل السوريين في المهجر هل هو في تراجع هل هو في زيادة لو تحدثنا عن ذلك هو طول الأزمة الذي أشار له الدكتور أحمد نرى أن ألقى ظلاله على كل المهجرين من السوريين في العالم وذلك بسبب طول الأزمة وشح الموارد الإضافة المتزايد الكثافة السكانية الموجودة في المناطق مناطق تجمع السوريين يعني الهاربين من المناطق التي تعاني من الكوارث من المشاكل الأخرى وزيادة حاجة الشعب السوري في الداخل السورية إلى المعونات الطبية وغيرها من المعونات نرى أن كل واحد من المغتربين السوريين أصبح يتكفل العديد والعديد من العائلات السورية في الداخل ولذلك نرى أن الإرهاق أصاب هؤلاء الناس وبهذه الحالة يجب أن ينتبه كل الداعمين من المنظمات العالمية المنظمات الإنسانية السورية كل المنظمات في دول الخليج في دول العالم الأخرى إلى هذه الأزمة التي تزداد وتتفاقب مع الزمن والتي لا يستطيع المغتربون السوريون أن يحملوا هذه المعاناة ويعني يرفعوا هذه المعاناة في هذه الأزمة طويلة الأمد نعم لكن ربما يقول وسؤال لك دكتور أحمد بأن التعاطف انخفض نوعا ما لأن الصورة لا تصل إلى المغترب السوري بشكل جيد وأيضا للمنظمات الدولية هل تقوم سيمة عن طريق الشبكة التي تحدث عنها الدكتور عبد القادر بإيصال صورة الواقع في سواء الواقع الإنساني والواقع في القطاع الطبي في الداخل السوري للمعنيين والسوريين في المهجر بالتأكيد سيمة من خلال شبكة الإعلامية وشبكة المعلومات التي عندها والنشرات تصلت الضوء على حاجة أهلنا في الداخل السوري من عون طبي وتؤكد على حاجة هؤلاء إضافة إلى أن تذكر السوريين في كل مكان في العالم أن هؤلاء هم أهلهم ومن واجب الولد على أهله أن يقتسم معه رزقه ليساعده على العون في هذا المجال فسيمة في كل نشراتها في مواقعها على السوشال ميديا تحفز وتنشر معاناة السوريين لجلب الدعم من إخوانهم إلى الداخل السوري نعم دكتور عبدالقادر إذا ما تحدثنا عن أيضا موضوع هناك من يطرح السؤال عشر سنوات لماذا لم يتم إنشاء مشاريع تقوم بتمويل نفسها بنفسها هل كان هذا يمكن في القطاع الطبي طبعا كل شيء ممكن لمن يسعى ويجتهد ونحن الحمد لله تعالى نسعى ونجتهد بشكل متواصل لتطوير قدراتنا وتطوير منشآتنا وتطوير حركتنا وتواصلاتنا حتى نصل إلى أعلى مستوى مهني طبي يؤمن للشعب السوري والمحتاجين في سوريا كل ما يحتاجونه في هذا النطاق حقيقة هذا من الأهداف الأساسية التي وطعتها سيمة في نصب عينها الوصول إلى النهضة والنهضة المستدامة لإنشاء مشاريع مستدامة تغزي كل المشاريع التي تدعمها منظمة سيمة في سوريا وبدأنا في إنشاء الوقف والحمد لله ونحن الآن ننشئ بعض المشافي على هذه الأوقاف التي تبرع بها إخوتنا في كل أنحاء العالم لإنشاء هذه المشاريع التي ستكون عونا لبقية المشاريع هناك فئة من الشعب السوري لا يستطيعون أن يقدموا أي مبلغ لأي خدمة طبية لأن الخدمات الطبية غالية ومكلفة جدا ولكن هناك جزء من الشعب يملك بعض المال الذي يمكن أن يخصص منه جزءا لهذه الخدمات التي تعود في النهاية على بقية المرضى في المناطق زائدة الاحتياج نعم دكتور أحمد توقف وتراجع الدعم من بعض المنظمات الدولية هل تنذر بإنهيار للقطاع الطبي في الداخل السوري؟ لا شك هذا الأمر يعطي إنزار شديد لهذا الموضوع لأن استمرار انقطاع الدعم سيؤدي إلى توقف مستشفيات بدأت بتوقف الدعم للحالات الباردة والحالات المزمنة والآن المتبقي هو الحالات الحادة والحالات الإسعافية إذا استمر هذا التوقف سيؤدي حتى للحالات الإسعافية لا يوجد دعم لها وبالتالي سيجد الإنسان الذي يحتاج إلى الدعم اللحظي وهذا غير موجود ما يؤدي إلى وفاة يعني الآن هناك خدمات للمشكلات الباردة كما تسموها بالمصطلح الطبي أي الغير المستعجلة لا تقدم أبدا نعم في بعض المستشفيات في بعض المستشفيات نتيجة نقص الدعم توقف خدمة الحالات المزمنة والحالات الباردة وقد نصل لكما تفضل توقف الدعم على الحالات الإسعافية أو الحالات تدعى إنقاذ حياة نعم نتمنى أن نصل إلى تلك اللحظة وأن تعود الحياة تتجدد في عروق القطاع الطبي أشكرك جزيل أشكر الدكتور أحمد عجاج نائب رئيس مجلس إدارة منظمة سيمة العالمية كما أشكر ضيفي الدكتور عبدالقادر الصباق عضو مجلس إدارة منظمة سيمة وشكر الموصول لكم سادة المشاهدين على حسن المتابعة دمتم بخير وإلى اللقاء شكرا لكم اشتركوا في القناة